تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 14 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 3 أطنان السلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 7 أطنان كما تم ضبط قرابة 4 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط 244 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز